مع عودتنا دليل المحترف أكيد هيكون تركزنا أكيد على بطولة الأمم الأفريقية وتمثيل مصر الغاية دلوقتي بشكل هنتكلم عليه بالتفصيل وكمان عندنا إن شاء الله بإذن الله هنتكلم كمان على مقادم للبطولة الأفريقية عن قابل مين في دور 16 الفرق المجموعات كل ده من خلال حلقتنا النهاردة إن شاء الله خلينا أتكلم مع حضراتكم على تقييم منتخب مصر الغاية دلوقتي في البطولة الأفريقية بداية من مباراة نيجيريا اللي كان فيها توطر كبير جدا على مستوى توظيف اللاعبين على مستوى أداء اللاعبين كمان على مستوى النتيجة ولولا محمد الشناوي يمكن كنا خسرنا بأكتر من هدف بعدها طبعا مباراة غينيا بيساو كان الهدف الأساس من هذه المباراة أكيد هو الفوز للحفاظ طبعا على حزوزنا للوصول للدور التاني مع تعديل بعض المراكز مع عدلة الملعب بمعنى أصح زي ما حضراتكم عارفين يمكن كلنا فجئنا في المباراة الأولى أمام نيجيريا بتغيير مراكز لعيبة مهمة جدا زي محمد صلاح في مركز راس الحربة مصطفى محمد بلعب طرف يمين كمان وجود تريزيجي بعد غياب تسعة شهور ولم يتأهل بيبدأ المباراة لكن زي ما بقول لحضراتكم مباراة نيجيريا كانت مباراة أعتقد للنسيان مباراة منتخب مصر خسر فيها كل شيء حتى على مستوى الأداء على مستوى النتيجة لكن تيجي غنيا بساو بنصحح الأوضاع بشكل أو بآخر وكمان مباراة يمكن مباراة السودان الأخيرة اللي كان يعني كلنا كنا متفائلين إنه حتى مع احترام طبعا لمنتخب السودان كان منتخب المصري كل الترشحات إنه هيفوز ويفوز بعدد وافر من الأهداف لكن فوجينا أن يعني الحمد لله كسبنا واحد سفر بيئة يعني برأسية محمد عبد المنعم طبعا اللاعب النادي الأهلي على المعار ليه فيوتشر وأول هدف دولي لهذا اللاعب أنا أتكلم على هذا اللاعب لاعب واعد لاعب على مستوى مستوى عالي جدا ليه أقول مستوى عالي جدا لأنه لاعب أول مرة يشارك فيه البطولة الأفرقية بطولة صعبة لاعب ما عندهش خبرات أفرقية كتيرة لكن بيتزن بالهدوء والقوة والسرعة وكمان إمبارح أو خلال مباراة منتخب مصر كمان نقدر أنه لاعب إن شاء الله يكون كمان لاعب هدف ففي مكاسب أكيد طبعا وصول مصر لدور الستاشر ده أهم المكاسب ممكن نتكلم على الأداء لغاية دلوقتي غير مقنع أكيد للمنتخب المصري لكن بقول لحضراتكم أنها بطولة صعبة جدا على مستوى المنتخبات ظهرت المنتخبات اللي هو ما بين كوسين منتخبات متوسطة ظهرت بأداء أكثر من رائع بنشوف غينيا بساو بنشوف سيريليون بنشوف كمان الرأس الأخضر اللي كان فاجئ كمان الجميع بفوزوا على غانا وأعتقد كمان خروج منتخب غانا منتخب كبير جدا وخروجه الأول مرة في تاريخ البطولات الأفرقية من الدور من الأدوار الأولى كمان ده بيدل إن إحنا قدام بطولة مميزة مميزة على مستوى المنتخبات المتوسطة اللي ظهرت بمستوى أكثر من رائع كمان على مستوى المنتخبات منتخبات الصف الأول وخروجها بأتكلم مع حضراتكم بغاية دلوقتي والمنتخب الجزائري خسران بتلات أهداف أمام المنتخب الساحل العاج مفاجآت كتيرة جدا زي ما بقول لحضراتكم بطولة بطولة غريبة بطولة فيها مفاجآت كتيرة واللي بنتلع منه لغاية ده دلوقتي مين البطولة ديت إن الكرة الأفريقية وبين كوسين الفرق زي المستوى الثاني ومستوى الثالث أصبحت عندها لعيبة مميزة جدا أصبحوا بيقدموا كرة سريعة فيها القوة والسرعة بقول لحضراتكم منتخب زي الرأس الأخدر نتكلم على منتخب غينيا للسوائية اللي بيقدم مستويات أكتر من رائعة خروج غانا خروج أعتقد الجزائر من البطولة كانت مفاجآة كبيرة جدا حامل اللقب بيخرج من دور المجموعات